أهلا بكم من جديد ونعود لاستكمال النشرة وفي ذات السياق حيث أكد القيادي في حزب الحل الشيخ عبدالوهاب البلاوي أن مطالبة بعض الأحزاب بتأجيل الانتخابات تأتي بعد إفلاسها وتيقونها من عدم تحقيق أي شيء في الانتخابات المقبلة مطالبا المفوضية بإجراء الانتخابات في موعدها لمنع الفوضى السياسية الكثير من الأحزاب الآن قسم من الأحزاب تنادي بتأجيل الانتخابات أنا أعتقد هذا فشل تلك الحزاب وفقدانها لقاعدتها الانتخابية وقاعدتها الاجتماعية ما كانت مواكب المواطن طيلة هذه الفترات الماضية فعليه نناشد انفضلة الانتخابات أن تستمر ونحن ندعمين لها بكل قوتنا وهذه رسائل طمانينة تختلف عن كل الانتخابات السابقة للأسف انتخابات 2018 كانت انتخابات فائسة جدا ونسبة التزوير وصلت إلى تسعين بالمئة أو ثمانين بالمئة هذه نسبة التزوير هي من تساعد تلك الأحزاب الفاشلة إلى المنادات بتأجيل الانتخابات اشتركوا في القناة